ازايكم عاملين ايه يا ربك كونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الاسد والابراجة التي لا تتطفق مع برج الاسد سبق وتكلمنا قبل كده على برج الاسد وطبيعته وانه هو برج ناري وكمان بيتطفق مع ابراج ايه والدنيا بتبقى ماشية ازاي لان النهاردة هتكلم على الابراجة التي لا تتطفق مع برج الاسد مبدأيا عندنا نقاط مهمة جدا جدا لازم نكون عارفانها وهي ان البرج الصعد متحكم بشكل قوي يعني قادر على تغيير بعض التصرفات او الامور او صفاتك الشخصية اللي يخليك تتعامل بشكل قوي او يحسن العلاقة يعني ممكن يكون برج من الابراجة اللي انا هتكلم عنها من خلال الابراجة التي لا تتطفق مع برج الاسد ولكن بالعكس ممكن تلاقي فيه اتفاق وده بيكون ناتج عن حاجتين مهمين اول شيء البرج الصعد وكمان تاريخ اليوم بالنسبة لك لان تاريخ اليوم بيدي جدا جدا من صفاتك ده اسمك بيدي من صفاتك جدا طيب عندناك بس طبعا موضوع البرج يعني بيكون اقوى شيء اللي هو البرج الاساسي البرج الصعد عامة كمان عندنا شيء تاني مهم قوي وهو التربية او التنشاء الاجتماعية اكيد انسان اتربى في مجتمع معين هيكون غير انسان اتربى في مجتمع اخر فيه فرق جدا جدا ممكن تكون فرق ثقافات فيه فرق واحد مثلا اتربى على تعدد الزواجات مش عارفة على ايه على ايه على ايه غير اللي فاهمينا نقصد ايه من نقصدش حاجة تانية اللي هي علاقة باختلاف السقافات غير كده المهمة عندنا برج الاساسي الابراج اللي بيكون فيه صعوبة بشكل قوي جدا انك انت تكون على تواصل او ارتباط معهم طب خلونا نبدأ بالاشد الى الاقل عندنا او البرج بيكون فيه صعوبة جدا جدا فيه التعامل معاه او ان يكون فيه عدم توافق بشكل قوي هو من الابراج الترابية وهو برج العزراء الى ان بيكون في البداية ان احنا معجبين قوي من بعضنا يعني معجب قوي بشخصيته معجب جدا بحنيته الانجزاب والاعجاب في البداية ده فيه اختلاف كبير عن ان احنا نتكلم على الطافق طافق ان انت تكون قاعد انت والشخص في تحت سقف واحد في مكان واحد هنا وقتها بيتغير امور كتير عارف لما بتقعد مع انسان واحد اساسا بيكون الانسان على طبيعته اكتر بتكون بتكتشف عيوبه اكتر فامور بتبقى واضحة الى ان بالنسبة لنا النقطة الاهمة احنا عندنا برج العزراء بيمنصف خطوء الامور الاساسية الدقة التعاملات اللي هي اللي بيحب يركز جدا بيحب يفهم اللي قدامه قوي يهدى على الشيء مش متسرع في شيء ولكن عندنا برج الاسد متسرع برج قد ايه عصبي قد ايه طبعه ناري قد ايه من النوع اللي بيحب ان لا خلص بسرعة افهمني بسرعة يعني لا برج العزراء ممكن لا تفاهمني ها طب ايه طب ايه تقوي يركز الى ان الاسد عايز احنا بنقولها بالمصري الحركة يعني واحد يكون حرك يعني فاهم واعي ويكون مدأدأ كده اما برج العزراء اللي يحب يصبر يتأنف اختياراته جدا مش سريع في اختياراته عبالما بيقرر ياخد وقت كبير الى ان الاسد ممكن ياخد قرار ويندم عليه متسرع في قراراته ويندم بعد كده فعنده ده قوي كمان عندنا نقطة تانية مهمة جدا جدا بتزود بعض الاختلافات في التعامل او الصفات ان برج العزراء من النوع اللي هو يعني اتعامل معايا بطرق معينة اهتماماته العاطفية بيكون محتاج اهتمام اكتر الاسد عايز اهتماماته هو عايز انك انت تبادر وانا اديك الحنية بعد اديني حنية تقرب مني يكون كويس معايا قوي وبعدنا هتلاقيني معاك كانسان تاني تماما فبرج العزراء لأ عنده انا ههدا واصبر وريني انت اللي جواك يعني عايز يشوف انت اللي تجبره على انه يطلع الحب على ان هو يهتم بيك على ان هو يتميز بس عارف لو برج العزراء ده الصاعد بتاعه اسد يبقى يهنك يعني عندك الدنيا بتتحسن معاك كمان عندنا لو في حب يعني قوي في بعض التنازلات بس ان العزراء ما بيتنازلش مع الاسد بوجه خاص بشكل قوي يعني مش تنازلاته بتكون بسيطة لان العزراء محب جدا للاسد عشان بس بس هو مش بيتنازل لان بيشوف الاسد اناني العزراء بيشوف الاسد اناني وعلى فكرة الاسد بيشوف العزراء اناني برضه عشان كده بيكون فيه اختلافات كتير المهم تعالوا نتكلم على البرج اللي بعد كده هنتكلم على نقطة نقطة بشان نتكلم على الخلافات كلها بعد كده برج الصور برج الصور برضه عملي جدا اقتصادي جدا من النوع اللي هاد فكره ما تفهمه بشكل قوي الاسد ممكن يكون مفهوم والصور يفهم ويعرف تحركات وكل شيء ومش مسؤول قد ما الصور شخص مسؤول فيبدأ انتقاضات كتير متبادلة بيشوف الصور الاسد ان هو شخص مش مسؤول والاسد بيشوف الصور ان هو شخص شديد متحكم بدماغه الاسد ما بيحبش التعامل ده فمن هنا بيحصل يعني خلافات او مشاكل فبيحصل ان احنا عندنا الامور لا مش بيكون صعبة يعني برج السور والاسد الامور بالنسبة لنا بتكون صعبة الى ان بيحصل في الاول برضه انجزاب وينجزب الشخصية بعد جدا اللي بيجوا بعد كده ينقضوا بعض عليها طيب بالنسبة برضه البرج اللي بعد كده وهو برج السرطان الاسد والسرطان انا بقولكم بالشكل اللي هو المركز فاهمني برج السرطان بينجزب كتير لحنية بعض لمساعدة بعض لي ان احنا قرارات بنقولها لبعض مهمة بنساعد بعضنا في القرارات الى ان السرطان والاسد على قد الحنية اللي بينجزب البعض بيها دي على قد ما بيكون فيه ما بعد انتقادية او السرطان بيبدأ انه هو يقول لبرج الاسد تعقيب مش هقول انتقاد تعقيب على بعض الامور التصرفات على قرارات فبيبدأ انه هو الاسد يصور يعني يبقى شخص يزعى يبقى عاصبي السرطان ما بيحبش ده جدا فيبدأ يحصل فيه تناقض يحصل من هنا بتبدأ خلافات وبنخش في دوامة كبيرة فبتبدأ الامر اللي انجزان ما بينهم الحنية الى ان بعد كده بيبدأ ان يعقبوا على بعض المشكلة بتبدأ من الاسد ولا بتبدأ من السرطان بتبدأ من السرطان في كلتا الحالتين سواء رجل او مرأة خلونا يكون صريحة يعني اكتر هي بتنطالك الشرارة من السرطان لكن الاسد بيبدأ مهما ان السرطان يعتذر او يخف في الموضوع لا الاسد بيبقى انطالك خلص انت شكتني فانا يلا هنطالك فعنده الموضوع ده جدا كمان العلاقة دي شوية ممكن يدخلها علاقات طرف ثالث سواء من كلتا الحالتين سواء رجل الاسد او رجل السرطان فبتحصل مشاكل برضو اما بعد كده البرج يبدأ رجل الاسد يشوف مرأة الحوت انها متسلطة او رجل الاسد مش بيحب حد يحط رأسها براسه انا كينج في نفسي انا كرمتي شخصيتي انت مش رقم اثنين انت رقم واحد اعتبريني انا قبلك او اعتبريني انا كيان مهم فعايز اما مرأة الحوت لا انت كيان مهم بس انا عنزل الكيان الاهم امور المهنية حياتها اسرتها دنيتها الاسد بيغير شوية وغيرته مش معلنة مش معلنة بيغير بتبدأ الغيرة بتاعته تبان في مش الغيرة منها الغيرة انه هو بيحس ان الاهمية القوة مش انا فهمنا نقص اصحاب المهم رجل الحوت ومرأة الاسد بتحب شخصية الحوت في البداية اما فيما بعد بيكون لا الوضع صعب بتشوف انه يتهرب بتشوف انه هو بس هتصبر عليه مرأة الاسد هتصبر شوية الى ان فيما بعد برضو يمكن يكون رجل الحوت بيكون بيميل شوية لنقاط كده فبيبدأ يحصل برضو مشاكل بيبقوا برضو على عدم استوعاب ببعض كتير اما بالنسبة لبرج اللي بعد كده الجدي يعني يدخل في مرحلة الجدي مع ان الجدي انساني ويميل جدا لبرج الاسد والاسد يميل لي قوي الى ان اقول لكم العلاقة دي ممكن يحصل فيها خطوبة ويحصل فيها تعاملات ويلا وي وي بس ما بتكملش بس يحصل زواج بس ما بتكملش خلون يقول المعظم مش كل العلاقات طبعا احنا قلنا فيه اشياء كتير بتتحكم في النقاط دي طيب بالنسبة لبرج الجدي لي لان الجدي والاسد الاسد بيزهق شوية بيشوف ان الجدي كنت مالي عيني قوي لكن في ما بعد لا رجل الجدي بيبدأ برضو انه هو يشوف مرقة الاسد بنفس الطريقة بنفس الطريقة بيشوف انها من ناحية القوية من ناحية الدراسية المهنية بتكون عايزة توصل لحاجة مهمة فبينجذب قوي للنقطة دي لكن في ما بعد بيبدأ انه هو يعقب على بعض الامور المختلفة اللي لها علاقة بتضحك الامور اللي بتاخد برج الجدي في دوكا دي اللي برج الجدي بيحب اللي بياخده في دوكا اللي بيحب المنعنش دا فالاسد مش طول الوقت كده فالجدي بيبدأ يعقب على دا رجل الاسد عصبي جدا بيخلي مرقة الجدي ممكن تنفر منه خلوني اقول الموضوع دا بصراحة انا صريحة جدا في العلاقات المتقبلة يعني الاسد يميل جدا للأبراج النارية اللي زي والأبراج الهوائية ويبقى علاقاته مهما يحصل خلافات او مشاكل بتكون متميزة الى حد جبير المهم اخر برج بقى معينها اللي بيعلب نسبته شوية برج العقرب لان الاسد منجذب جدا للعقرب والجاذبية دي بتكون بشكل دائم ومش ممقطعة الى ان ممكن تكون في امور تانية مختلفة تيجي على العلاقة دي تبوزها بعض العلاقة دي 50% اللي هو يعني مي بيس مي بي نوقة فعندنا العلاقة دي ماشي بالمبدأ دا العقرب بينجذبوا البعض قوي من ناحية الشكل المظهر الى ان فيما بعد بيعقبوا على بعض قوي مرقة العقرب بتبقى شايفة ان الرجل الاسد متميز لائق جدا بيها فخور علي بزيادة انت مش مدين الاهتمام القوي لان هي امرأة بتحب الاهتمام القوي والاهتمام برج العقرب بيحب الاهتمام الجسدي برج الاسد بيحب دا جدا برضو الى ان العقرب بيكون اكتر مع الوقت والارتباط بيبدأ يحس العقرب ان لا في حاجة غلط يحس ان في حاجة غلط يحس اني مش عارف فبيكون سواء من الحالتين العقرب مش الثلاث عشريات بيتعاملوا بنفس الاسلوب العشرية التالتة بتخوف شوية برج الاسد تخوفهم تقلقهم كده تخلين اقوموا تشواجس خيفة طول الوقت فبتكون مش مطمئنة اكتر عشرية يمكن تكون نكحة مع برج الاسد وهي العشرية التانية العشرية التانية بتكون مطمئنة بس دايما الخلافات بتيجي من العقرب العقرب هو اللي بيبقى مش راضي يكمل او بيبقى عنده انتقادات اكتر على الاسد وزي ما قلت او اللي احنا خدنا منه ان الاسد هو رافض للانتقادات رافض للتعقيب عليه لو بطريقة شوية نشفة وعذروني الابراج الترابية او الابراج الاسد بتكون نشفة باشكركم جدا جدا باتمنى اني اكون في التوكم زي ما قلت لكم في البداية احنا مش هنحكم على حاجة واحدة لكن عندنا برج صاعد عندنا تنشاء اجتماعية عندنا حاجات كتير ممكن تغير في العلاقة للأفضل للأحسن ويا ريت ان احنا نستغلها في ان احنا نحسن العلاقات ويهمني جدا ان احنا مهما كنا مختلفين ولكن ارتبطنا ببعض ان احنا نستكمل علاقتنا ونخلي الحب وهو اللي يكمل مسارته باشكركم جدا جدا ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في كنا وتفعيل الجرس سلام